السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي ما زلنا في المحور الثالث Technics for Solving DC Electric Circuit ونواصل مع الجزء الرابع وهي طريقة الثيفنين وبعدما تعرفنا على الطريقة النظرية لاستخراج قيمة جهد الثيفنين وقيمة مقاومة الثيفنين الآن نمر إلى مثال أول تطبيقي وهو التطبيق على هذه الدارة الكهربائية المطلوب في هذه الدارة هو استخراج الثيفنين والآر ثيفنين لهذا السيركت يعني تعويض هذا المستطيع هذه الدارة الكهربائية بماذا مصدر جوت وقد سميناه V ثيفنين ومقاومة مقاومة كاربائي قيمته A ثيفنين إذن كل هذا عوض بماذا ب ثيفنين إكيفلينت وهذا السيركت إذن هو موصول بحمل قيمته ثنين أوم المطلوب إذن هنا في هذا السؤال استخراج هذا الجوت بين طرفي المقاوم ثين أوم يعني استخراج الجهد هنا V X بين طرفي هذا المقاوم والتجأنا إلى طريقة الثيفنين لماذا لأننا عوضنا هذا السيركت بشكل بسيط جدا وهو مصدر جوت ومقاومة كاربائية وبالتالي استخراج الجهد المطلوب على حسب السؤال يكون هنا أسهل من إيجاده في هذه الدارة المعقدة إذن أولا سوف نقوم باستخراج قيمة الريزيستنس قيمة الجهد ثم بعدها نستخرج ال V X في الدارة البسيطة وهي دارة الثيفنين إذن استخراج مقاومة الثيفنين أول شيء هي نقوم بفصل الحمل ثم نقوم Turn Off لكل مصادر الطاقة في السيركوت الأصلي كما عندي من مصدر طاقة هنا عندي مصدر واحد وهو مصدر جهد كيف أقوم بإغلاقه أقوم بإغلاقه وهو بتعويض هذا المصدر الجهد بماذا؟ بشورت سيركوت عن سلك كعربائي بين طرفيه وبالتالي أتحصل على هذا السيركوت إذن ال R هي ليست إلا ال R إكيفلينت لهذه الدارة الكهربائية إذا نظرنا من هنا يعني كأنني عندي طيار كهربائي يأتي من هنا وبالتالي تكون هذه النقدة هي عبارة على نوت عقدة وبالتالي تكون الأهماشر والستة بالتوالي بارالل جملتهم تكون مع الأربعة سيريز إذن ال R ثيبن هي ليست إلا ال R إكيفلينت بعد إغلاق كل مصادر الطاقة فتكون ال R ثيبن هي مقاومة 12 مع 6 بارالل سيريز مع المقاوم أربعة أوم فتكون القيمة الجملية هي ثمانية أوم وهي قيمة ال R ثيبن الآن نريد استخراج ال V ثيبن قلنا لاستخراج V ثيبن أول شيء هو ديسكون نكت الحمل وقد قمنا به هنا و ال V ثيبن هي ليست إلا إذن هي ال V Open Circuit يعني هو الجهد بين الطرفين A و B بعد فصل الحمل إذن لاستخراج هنا ال V Open Circuit وكما قلنا هي V ثيبن نرجع الآن كأننا المحور الأول والثاني هنا سوف نطبق قانون Voltage Division قانون تقسيم الجهد لماذا لأن هذا الجهد V Open Circuit هو نفسه هنا لماذا هنا Circuit Open وبالتالي هذا التيار هنا كان صفر أم أم وبالتالي هذه المقاومة ليس لها أي وجود فتكون هذا القطب الموجود ونفسه هنا والقطب السالب القطب هنا فتكون إذن الـ V A B هي نفسها V Open Circuit هي نفسها جهد المطلوب هنا إذن عندي دارة كاربائية سيريس في مصدر جهد مقاوم أول مع مقاوم ثاني سيريس المطلوب مني المقاومة الجهد في هذا المقاوم 6 أوم أقوم بتطبيق Voltage Division إذن الـ VAB هو مصدر الجهد ضارب المقاومة في الجهد المطلوب هي 6 على المقاوم الأول والمقاوم الثاني فتكون الـ V Open Circuit اللي هي الـ V Thieven تساوي 10 فولت إذن الآن لا ننسى سؤالنا السؤال واستخراج الـ V X بين الطرفي الحمل المقاومة يعني 2 أوم هنا قيمة الثيفن تأتي لتبسيط هذه الدارة الكهربائية وبالتالي أصبحت هذه الدارة المعقدة تعوض بماذا بمصدر جهد مقاومة كهربائية ولا ننسى أن نربطها بالحمل إذن الـ V X هنا مباشرة سوف نطبق قانون تقسيم الجهد يعني الفولتج ديفيجين إذن الـ V X تساوي هي قيمة الجهد لهذا المصدر عشرة ضرب المقاومة في الجهد المطلوب على مجموعة المقاومات سيريز هنا عندي مقاومة فقط ثمانية زائد اثنان وبالتالي يكون الـ V X يساوي 2 فولت واستخرجنا عن طريق قانون الثيفنين ترجمة نانسي قنقر